واحد من الانابوليك تاثويز المهمة جدا في التيروسين هو السينسيز او ادرينالين و ميلانين ومعليش هي الرسمة هنا صغيرة شوية انما انا ما حبيتش اجيب رسمة تاني فتتصدموا بالرسمة اللي موجودة عندكم في الكتاب فحبيت اجيب اللي موجودة في الكتاب عشان يبقى شرحنة على الرسمة اللي موجودة قد التيروسين عمينو أسد اركزوا الشباب معي عن طريق انزيم اسمه تيروسين هيدروكسيليز وانا هقول ثاني وكرر انما مافيش انزيم اسمه تيروسين هيدروكسيليز يعني بتكسبوك المحترمة ان مافيش انزيم اسمه تيروسين هيدروكسيليز ممكن لايه مكتوب اى ممكن لايه مكتوب فبعض الكتاب انما فيه انزيم كبير اسمه امينو أسد هيدروكسيليز اللي هو بيشمل أنه فينيل الانين هيدروكسيليز تيروسين هيدروكسيليز هادره Iydrocar عشان كده هنا هنا حتى تلاقيها تلاقي الكونزيم نفسه هو هو يعني tecnologia الدي هيدروبيوتيرين أو التتراهايدروبيوتيرين بتحويل الى تيتراهايدروبيوتيرون الى نفس النظام اللي ا tradition موجود الـ دوبا طيب الدوبة ده عن طريق انزيم اسمه دوبة ديكاربوكسيليز وانتو عرفتو في الـ General reaction of protein ان اي ديكاربوكسيليز لازم يبقى الكونزيم بتاعه هو الـ PLP اللي هو الـ Active vitamin P6 هيفقد كربون ديوكسايد من هنا فهيتحول الدوبة الى دوبامين الدوبامين ده عن طريق دوبامين بيتا أكسيديز دوبامين بيتا أكسيديز قد بالك دي الألفا كاربون دي هي البيتا كاربون هعمل له اكسيديشن هنا فهيتحول دي الى هيدروكسي الدوبامين لما اضيف هيدروكسي على البيتا كاربون هيتحول للنور ادرينالين كلمة نور ادرينالين يا جماعة نور معناها مركب ينقص عن مركب مجموعة مثايل يعني باختصار لو انا جيت على الـ NH2 دي واضفت لها مجموعة مثايل اهيه عن طريق الترانسمي سايليشن راكشن العادي جدا سام هيتحول الى سام هيتحول النور ادرينالين الى ادرينالين او النور ابنفرن هيتحول الى ابنفرن كده انا خلقت النور ادرينالين و الادرينالين النور ادرينالين يتخلق مالي في الـ Adrenergic Nerve Ending الادرينالين يتخلق مالي في الادرينا المضالة الدوبامين يتخلق مالي في الهايبوصلامس مالي في الهايبوصلامس ما علي نركزوا معي هنا لحظات لو سمحتوا يبقى هنا التيروسين عن طريق تيروسين هيدروكسيليز مجازا هنعديها هتحول لمادة اسمها دوبا هعمله ديكاربوكسيليشن عن طريق ديكاربوكسيليز انزام هتحول الى دوبامين الدوبامين هعمله هيدروكسيليشن في البيتا كاربون اللي هي الـ CH2 دي اتحول لها هيدروكسي هيط هتحول للدوبامين الى نور ادرينالين او نور ايبنفرين و زي ما قلنا نور ايبنفرين ده مالي في الـ Nerve Ending وبعد كده هعمله ترانس مسيليشن يعني هضيف مجموعة مسايل لان كلمة نور معناها مركب ينخص عن مركب مجموعة مسايل عكس كلمة Homo لما قلنا Homo معناها مركب يزيد عن مركب مجموعة مسايل او CH2 النور ادرينالين هيتحول الى ادرينالين و ده مل في الادرينال ميضال كلام جمينا هنا بقى من ناحية الدوبة و ده الباثويد انا مش عايزك تحفظه او عايزك تعرف ان اخره هو الـ Formation of Melanine الدوبة ده عن طريق تيروزين هيدروكسيليز و دي انا برضه معترض عليها ما اسمهاش تيروزين هيدروكسيليز يا جماعة احفظو هالي ان هي اسمها تيروزينيز اسمها تيروزينيز مش تيروزين هيدروكسيليز يلا وهقول لكم ليه دلوقت عن طريق تيروزين هيدروكسيليز هيتحول الدوبة الى مادة اسمها دوباكينون و مجموعة من المركبات اخرتها ان هي هيتخلق فيها الميلانين مش لازم تحفظوه لي ده اخرتها ان هو يتخلق فيها الميلانين اصابه الميلانين يا جماعة اللي هي بتتكون في الميلانوسيتو موجود في الجسم وهي اقوى ناتشورال انتي اكسيدان موجود جوا جسمنا هو الميلانين يعني بيحمي جسمنا من بلاوي سودا وكلمة انتي اكسيدان كده ما جازم تسوي انتي كانسر عشان كده تلاقي احتمالية حدوث الاسكين كانسر في النيجروز او الناس الجلد بتاعهم غامي او اسود اقلب كتير من الناس اللي هما البروند او الويت سكن الناس اللي هما ابيض البشرة بتبقى احتمالية الاسكين كانسر فيهم عالية لان كده الميلانين عندهم قليلة والميلانين انا قلت سه بكثيف нашو انتي اكسيدان اوقizon اقوى ناتشورال انتي اوكسيدات وبالمناسبه السكند التالي بعدين على طول حاج اسمها ميلاتونين هناخد فيه المحاضرة بتاعتي waves البتروفان يبقى هما اللي ميلانين ده اقوى ناتشورال انتي اوكسيدان ميلاتونين دي ميلانين سكند ناتشورال ما سترونج او زا ساكند سترونجست ناتشورال انتي اوكسيدان اوكسين ميلانين 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 احيانا يحصل تيومور في الميلانوسايت يزود تيومور اسمه ميلانوما وهو طيب لو في اخدوا بالكم هنا لو في ديفشنس انا قلت الانزيم ده اللي هو بيحاول دوبا الى دوبا تينون اللي هو الباثوي اللي هينتج منه في الاخر بيستخدم انزيم اسمه تايروسينيز او تايروسينيز لو في ديفشنس في التايروسينيز ده معناه ان الميلانين ده مش هيتخلق والحالة دي اللي اسمها ايه بالعربي بهاق البنزم اللي هو الطفل اللي بيبقى ما عندوش اسمه بهاق ولا مهاق مش فاكر الاسم بالزبط بالعربي البنزم اللي هو تلاقي الطفل ده وشه ابيض شعره ابيض كله الحالة اسمها قلب نازم نتيجه للديفشنس بتاع التايروسينيز انا بقى بقولك ايه بقى ان ده اسمه تايروسينيز مش تايروسين هيدروكسيليز ليه لو ده هو تايروسين هيدروكسيليز زي ما هو مكتوب وهو في ديفشنسي تمهن فهو مكتوب تايروسين هيدروكسيليز ده معنى ان الطفل ده كمان مش يخلى ادرينيون خالص ده هيدروكسيليز عادي جدا انما ده اسمه تايروسينيز وده اللي مسؤول عن تخليق الميلانين أدرينالين أادرينالين ثم انقول هيدروكسيليز ده نور الأدرينالي موجه والأدرينالين في حيه حاجة اسمها فيchiochromocythoma ده عباره عن penight هورمونز فبتنتج منه كمية كبيرة جدا من الأدرينالين والنور الأدرينالين وانتو عارفين ان دولا ستريس هورمونز فبتؤدي الى هايبرتنشن وأحيانا ومعها يقولك نبضات قلب يحسس بها وسريع هيدك صداع نوزيا نفسه يبقى أغم عليه ديسنيا اللي هو دي في النفس اللي هو توطر كالور بهتان دايما عرقاني جمع الحال اسمها فيه كروموسيتومة وهي بناينت يومر افكتنج زي سلز